اشتركوا في القناة 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 كده على بعض وحنزل بيهم شوية شوية وانا شغالة برضو بالمضرب السلك تاعي عايزة بقى تخليطي كل المأدير دي في خلاط وبعد كده اضيفلهم المواد الجافة على بعض كده في بولة اوكي مفيش مشكلة عايزة تشتغل بمضرب كهرباء مفيش مشكلة برضو بس انا بسهل المواضيع على اللي ما عندهاش مضرب كهرباء او الخلاط بتاعها في مشكلة انا بحب اشتغل يده وعموما يعني بحس بالحاجة الخليط في يدي سمقه وصل ازاي بيبقى الحاجة بالنسبالي انا احسن ليه فكل واحدة على حسب رغبته على حسب ما بتحب تشتغل ازاي بتكوني محضرة جنبك الصينية بتاعتك اللي حتدخلي فيها خليط الكيك انا جبت الصينية بتاعتي بطنتها بورقة زبدة ومسحتها برضو مسحت زبدة وحنزل بها بالخليط بتاعي وطبعا كما كل مرة احنا متطفقين لما بتيجي تبدأي تعملي كيك بتكوني مولعة الفرن بتاعتك على 180 درجة وبتدخلي الكيك بتاعك الصينية بتاعتك على الشبكة تمام انا كل ده ببقى مجهزة الفرن بتاعتي قبل ما اشتغل في الكيك دخلت الصينية بتاعتي ما قعدتش اكتر من تلت ساعة طبعا عملت لها اختبار بالخلة وخرقتها واستوت وزي الفل هاشة وطرية وكمان عالية مع انها ببيضة واحدة اهي حبدأ بقى ان انا اوريكي عملتها بقى بسوس البرتقان ازاي او جرنشتها ازاي طرية جدا الكيك بتاعي نعم قوي قوي يعني بالرغم ان كل مكوناتها بسيطة بس فعلا هاشة وطرية جدا بخرمها بشوكة كده علشان لما اسقيها بالشربات بتاعي كل قطعة فيها تشرب منه وتبقى طرية معايا جدا انا عندي شربات الحلويات او السيرب ده انا عمله وحطاه في التلاجة باخد منه بالمعلقة وبخففه وبشتغل وقادي كوباية عصير من البرتقان برضو فرش مش هاخدها كلها اخدت يا دوبك كده ربعها على معلقة من الشربات بتاعي الحلويات اللي هو بزقي بيه البقلاوة والكنافة كلنا عارفينه تمام انا كده خلاص عملت الشربات بنكية البرتقان تمام حزقي بيها الكيك بتاعي طبعا ما بشتغلش في الكيك اللي بعد ما تبرد لو عملت الموضوع ده وهي سخنة حتتفرفت منك جدا يعني مش هتبقى قطعة بقطعتها ومع ذلك انا بعد ما ساقتها برضو برغم انها بردت يعني انا مشتغلتش فيها غير بعد مسلا ساعتين من خروجها من الفرن برضو اديتني الملمس الطري جدا وانتي بتكليها بتدوب في الفم نعمة قوي 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 طريها جدا قادي البرتقان بتاعي قطعت برتقانا شرايح وحب ده ان انا اجرنشها معاك علشان اقدمها بتقطعيها او انت على حسب رغبتك انا على حسب ما عملت بديكي فكرة وكل واحدة طبعا على حسب زوقها وعلى حسب رغبتها مش عايزة الجرنشة دي خالص وتقدميها عادي سادة والله هي فعلا طعمها طحفة طعم البرتقان فيها عالي جدا ان انا حطيت عصير برتقان فيها وانا بعملها وكمان ساقتها بالشربات لانا نكهت بتعمل برتقان برضو بعد كده بحط عليها جوز هند عندي عندك جوزند اوكي عندك سوداني مجروش اوكي عندك اي نوع من المكسرات ماشي يعني ما فيش اي مشكلة ما عنديكيش خالص زي ما قلتلك ما فيش اي مشكلة هي طعمها حقيقي طحفة وتستاهل منك ان انت تتجرب بيها جبت بقى البرتقان اللي انا قطعتها شرايح حدق بقى ان انا ارس كده قطع على كل قطع من الكيك بتاعي تديني بس شكل جمالي في الاخر وانا بقدمها الكيك بتاعي زي ما قلتلك بعد ما ساقتها بالشربات ده او ببرتقان المعصور بتاعي بقت طرية جدا يعني قطعة الكيك نعمة نعمة طرية جدا غير الكيك العادي اللي هو مش مسقي علشان بس تبقي متأكدة ان الكيك بتاعك طري ما بزتش منك لما تسقيها تمام؟ عايزة تستغني عن انك تسقيها وتقدميها من غير الشربات اللي انا ساقتولها في الاخر هتبقى القطعة مسكة نفسها مش طرية وفي نفس الوقت هي جواها برضو عصير البرتقان يعني هي متعامة بالبرتقان في كل حتة منها تمام؟ خلاص كده انا بدأت اجرناشة وبدأت اخلصها جاهزة على التقديم خلاص انا خلصت الكيك بتاعي تخيالي الكيك قالب الكيك كبير وده برضو ببيضة واحدة حاجة بسيطة جدا واقتصادية وطعمها جديد بالنسبة للاول مرة يعملها زي ما قلتلك شهية جدا وطرية جدا بتدوب في البقء وانت بتكريها يا رب النهاردة كيك البرتقان بتاعي يكون اقتصادي على قد الايد يا ريت يا جماعة ما تنسوش اللايك للفيديو لو اعجبكم والاشتراك في القناة اللي بيشرفني الاول مرة كانت معكم ننا الحجيري صحتين وهنا على قلبكم يا رب اشتركوا في القناة